منذ باتت إجراءات التباعد الاجتماعي القاعدة المتبعة في معظم أنحاء العالم لمكافحة التفشي السريع لفيروس كورونا أصبحت فكرة رعاية الصحية الإلكترونية التي انطلقت بصورة خجولة في السنوات الماضية مطلبا متعاظما الآن وتشكل الاستشارات عبر تقنية الفيديو حلا مثاليا في ظل استنفادي البناء التحتية الصحية في العالم بفعل أزمة كورونا ويوفر هذا الأمر الوقت ويتيح الفرصة لعلاج المرضى الذين يعيشون في المناطق النائية وفيروس كورونا نفسه ملائم جدا للتطبيب عن بعد حيث إن 80% من الأشخاص المصابين به لا يحتاجون للذهاب إلى المستشفى ويمكن للأطباء أن يحددوا تشخيصا أوليا بالاستناد إلى أعراض مثل ارتفاع حرارة الجسم والسعال إضافة إلى التنقلات الأخيرة للمريض كما يمكن قياس الضغط والحرارة ومستوى السكر في الدم بفضل أدوات متصلة بالإنترنت وكانت دراسة أجرتها جامعة ماتشيغين قبل عام قد أظهرت أن الاهتمام بتقنيات الرعاية الصحية الإلكترونية لدى المسنين لا يزال ضعيفا غير أن هذه النظرة تغيرت تماما خلال الأيام الأخيرة بحسب الأطباء الذين أجروا الدراسة وتعتبر الجمعية الأمريكية للرعاية الطبية الإلكترونية أن كثيرا من الزيارات الدورية وخدمات الرعاية الصحية بينها تلك المرتبطة بالصحة الذهنية ومتابعة مرضى السكري يمكن أن تتم بتقنيات التطبيب عن بعد فعدد وفير من تطبيقات الصحة واللياقة متوفر حاليا ويهتم تطوير المزيد طوال الوقت المطورون يعملون على اللغة الرتمات والروبوتات التي يمكنها إجراء الفحوصات الطبية لكن لا يمكن اعتبار هذه الروبوتات والتطبيقات بديلا عن الخبراء الطبيين المدربين على الأقل ليس بعد فمن بين كل تطبيقات الرعاية الصحية المتوافرة اليوم لا تمتلك إلا نسبة ضئيلة منها شهادات أو اعتمادات رسمية والخدمات الإلكترونية في مجال الرعاية الطبية تقدم ثلاث ميزات هي زيادة الجودة، تسهيل النفاذ إلى الخدمات الطبية وتخفيض تكلفة الرعاية الصحية فحسب الدراسات فإن نحو 70% من الزيارات إلى الأطباء تكون غير ضرورية ولا يتم فيها فحص المريض وأظهر استطلاع حديث للرأي أن نصف الألمان تقريبا يستخدمون معطيات الرعاية الصحية الإلكترونية وثلث الألمان استقبلوا الوثائق الطبية في صورة إلكترونية و18% منهم حددوا موعدا مع الطبيب عبر الإنترنت و45% استخدموا تطبيقا واحدا على الأقل لللياقة البدنية ورغم ما تقدمه التكنولوجيا من خدمات حيوية في مجال الرعاية الصحية توجد مخاوف متعظمة بشأن حماية بيانات المرضى والحفاظ على خصوصيتهم لهذا يتوقع بعض الخبراء أن تكون حماية البيانات حجر الزاوية في مسألة الترويج للرعاية الصحية الإلكترونية